جامع راشد الزياني في شتى مناطق المملكة يسعى الكثير في ظل هذه الأجواء الرمضانية الروحانية في اتباع الأصوات الحسنة لأداء صلواتهم وقبل ذلك اختيار المسجد الذي يلقى فيه المصلي الدعة والطمأنينة جامع راشد الزياني والذي يأتي بناؤه شبيها بالطراز العثماني أصبح قبلة لجموع من المصلين من الصغار والكبار من الرجال والنساء من شمال المحرق أو حتى من خارجها لا سيما في هذا الشهر الفضيل تعتكف أن أنت تقرأ قرآن على الأقل في رمضان تخلص القرآن على الأقل مرة واحدة تختم ختمة واحدة طبعاً الشباب يدورون الصوت الجميل اللي يعني يطربهم يخليهم يرتاحون حق صوت القرآن بصلاً لأن الإمام مجود ويقرأ صوته حلو شهر خصه الله من بين الشهور فحرص على اغتنام ما فيه العديد من الناس فتوافد الشباب والأطفال على دور العبادة ليس لشيء سوى أن ينهلوا من تلك الأجور والرحمات في هذا الشهر الكريم الواحد يتعنى حق هذه المسايد اللي ما شاء الله شكل جميل وحتى القراء مثلاً قراء يقرون قراءة صحيحة مجودة الواحد طبعاً يرتاح ويشعر الطمأنينة وأيضاً يشيل عنه الهم وأي مشاكل ثانية يفكر فيه فأنا أنصح نفسي وأنصح كل الشباب اللي في عمري وحتى اللي أكبر واللي أصغر أنهم يتعنون حق هذه المسايد حتى لو كانت المسافة بعيدة أي هذا المسايد حق تعلم القرآن والشيخ اللي درسنا القرآن هو الشيخ عيسى يعلمني القرآن كل يوم أي هذا المسايد في رمضان وي أخوي وابوي وأنا حق ناخذ أجر ويد الاهتمام ببيوت الله تعالى من أعظم الأعمال والقربات وجماليات هذه المساجد مبنى ومعنى لا شك أنها تساهم في جذب الانظار وترقيق القلوب الوافدة إليها تحفة معمارية تكسوها حلة من البهاء والرقي تتناسق مع عظم شأنها كيف لا وهي بيت من بيوت الله تعالى المعمورة بالطاعات والآيات لتلفزيون البحرين صالح يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر